مرحبا بكم اليوم سنقدم لكم عصير البرتقال المنعش اللي راح يخرج لك ثلاثة ايطرات من العصير نبدأ هذه الطريقة سهلة وبسيطة نحتاج كيلو تاع البرتقال يكون نقشلوه مليح 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 نحاولو هذه النقط اللي تكون فيه ويكون لازم البرتقال تعنام ليه تانيتك لازم تكون عندنا القشرة تاعه تكون شوية قاسحة عندنا الماء نروحو اول الخطوة اللي راح نعملوها في البرتقال هادا اولا راح نعمل مبشور البرتقال راح نبرش القشرة هادي نبرشها نبرش غير القشرة البرتقالية هادي ما نوصلش القشرة البيضاء اهنا نبرشوه نرجع لكم هادا السر اللي راح نضيفوه لهادا العصير اه ملعقة صغيرة من الملح تبعوني دروك تشوفوه الطريقة سهلة وبسيطة جدا نبرشنا البرتقال تعناه نكملناه اه كي ما قلنا ما نقمقوش ياسر في القشرة هاديك البيضاء اه غير بالشوية فقط اه وهذا دروك نقشرو البرتقال تعنا نقشروه مليح مايقعد في هاداك القشرة البيض او هاداك اللي قعد مايقعدش فيه خلاه قبل ما نقشروه راح نقولكم وش نعملوه بالملح اول حاجه نحكموه مبشور هاداك اللي برشناه تاع البرتقال هنا راح نحطيناه في صحفه وش راح نضيفوه راح نضيفوه الماء سخون يغلي باي سيبنا هاداك المرارة في هاداك الماء هاداك هادا شفتها من شيف دعم الطبخ ان شاء الله جربتها وعجبتني هنا نضيف الملعقة تاع الملح هذه ونحرك ونخليه تقريبا عشر دقايق نروح نقشر البرتقال تاعي هنا هنا قشرت البرتقال نحيط له كل القشور البيضاء انا ما عنديش مشكل يعني في القشور الابيض ما عنديش مشكل نورما نستحمل المرورة لانها حتى القشور الابيض عنده فوائد هنا راح نصفي هذه المبشور تاع البرتقال هدي كاولله ما نعرف مين جيت قشرة يمكن طاحت يعد نحاها نحاها ونصفي هنا القشرة تاعنا مبشور يعني القشرة نصفيه مليح من هديك الماء اصلا كتصفيه راح تشوفي انه الماء اصبح يعني اصفر وفيه ريحة الطعمة هكا المرة هنا صفيناه مبشور راح ندير الان كما قلناها صفي اه شوفوا اللون تاعو كيفاه والسر التاني هي ملعقة الخل نقال لك ملعقة الخل هنا هي تعدل الدوق تاع البرتقال عصير البرتقال هنا هاي ملعقة الملح تاع الخل عفوا ونضيفوا السكر السكر هنا ديما نقول لكم السكر حس بالرغبة كي نحويج منضبوط السكر فيها وكي نحويج كما العصائر هذي كل واحد حسب ما يحب هنا راح نحطوا كاس سكر يعني جربته شوية قبل بنص كاس مجنيش يعني طعم مليح مليح الان عبيت الكاس وهذه يبقى اختيار يعني الدوق تاع السكر قادرة تحطي نص كاس ويعجبك الدوق تاعه انا حطيت هذا الكاس يرفض ٢٤٠ مليلتر هنا بش يدوق لي فسع السكر ما نتعطلش فيه راح نحط له الماء سخون ونحرك ونبدأ نقسم هذا على النص في الطاصم تاعي نقسم نص نحط نص المبشور هنا في الطاصم تاع الخلط ونحط نص الكمية تاع البرتقال تاعي ونضيف الماء الماء هنا استعملت اترتين اترتين هنا نستعمل كده بشوية بش يترحي لك مليح هذك القشور ويسيب الطعم تاع المداق تاع البرتقال هنا بعد نكمل كمية كاملة اكيد راح نصفي صفيه مليح واذا شفتي انه هذا ما زال فيه حلاوة او لا نستعمل نستعمل كمية 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 ثلاثة اترات نرى مع بعضنا رائحة شاهية جدا جدا هنا نبقى نضغط حتى يخرجنا كامل هذي كالرائح تاع البرتقال والطعم تاع البرتقال هنا شوفوا كيفا الخليط تاعنا قاومتها ويجي منعج كما تاع المحلات ويجي خفيف وخاصة فصل الصيف بارد تقدري تعملي كما هكدا وتجمدي عادي هنا هادا التاسي هزلي اترات ونص المهم الكمية خرجتلي اه ثلاثة اترات يعني كيلو تاع البرتقال خرج لي ثلاثة اترات وهديك حسب بنتي الرغبة ممكن تقدري تحبيه ثلاثة اترات هاهو هنا هادا هزلي اترا ونص والطس الاخر هزلي اترا ونص ايدا الحسبة كاملة ثلاثة اترات يعني موفر جدا تقدري تستعمليه في المناسبات ويجي خفيف احسن من العصائر تاع البرا كي الناس متحبش الحواف ذلك اللي تكون فيها ان شاء الله تكون طريقة عجبتكم هاهو هنا كيف هيجي العصير تاعنا روعة رائحة تشرب تنتعشي وحدك يعني خاصة في الصيف هاهو هنا ان شاء الله تعجبكم الطريقة وفرصة اخرى بحول الله شكرا 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 شكرا